السادة الحضور لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخازل عن وقف الحرب في غزة ينزر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وإنهما كان مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها وأخيراً أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مصار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتي مسؤلياتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فوراً ثم معالجة جزول الصراع وعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي أنا لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو تروية ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا القراهية والعداء فالتحدي العالم كله حكومات وشعوباً لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانياتنا ويتتصق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها